السلام عليكم اجمعين كانت منا تكونوا باخير ولا خير بسحة جيدة ان شاء الله اليوم نقترح عليكم واحد البانكيك بالزبيب اللي كي جيزوين بزافة وصالح الفطور او في القوتي اه اللي عند بدو المكونات عندي هنا يا واحد جوش بيضات مهم يخصوم يكونوا بحرارة المطبخ كيما كتشوفو كانت تطربهم مزيان احتى كانحس بانهم بانهم خفافوا اه كانزيد عليهم هنا يا واحد شوية ديال احنادي هنا واحد الكاز ديال الحليب ودي هنا واحد لقريصة الملحة بالنسبة البنية الملحة راءها ضرورية لأنها ريك تفرز منا ذاك الميضاق ديال Alaskaرس والسكر wave وكتعطي واحد أحد القرصة واحد النسمة ديال الملحة اللي تتجيزويين بزافة كيما كتشوفو عدي هنا يك �اس مملق ديال الحليب وعندي هنا واحد جوش ديال معالق باbilن ديال الزيت كي يجي البنات هاد البانكيك كي يجي اقتصادي ولكن روعة في المدى كي يجي وكي يجي زوين بزافرة كي يبغيوها الوليدات وكل شي كي ما كتشوفوا عندي هنالفاني بالنسبة لبنات اللي ما بغوش يديرو الفاني ممكن أنه يديروه إنسموه بزهر كي يديرو واحد الخنيشة ديال الزهر مما تديروش ذاك الزهر ديال الماء ديرو واحد شي شوي ديرو ذاك الخنيشة ديال ديال الزهر ديال الزهر كي ما كتشوفوا عندي هنالفاني وحد ثلاثة المعالق ديال السكر مملوء بسكر بالنسبة للسكر ممكن أنكم اللي ما كي بغيش الحلاوة ممكن أنه ينقص يدير غيجوج كي ما كتشوفوا مية ثلاثة كي يجيوهو ما هادوك محلوينش وما مسوسينش كم قنطرب هنالفاني مزيان حتى انسا نستجبني هاد المقونات مع بعدياتها ممكن أنكم تستعملوا الطراب الكهربائي لما بغيش يدير الطراب اليدوي كي ما كتشوفوا عندي هنالفاني الدقيق أنا عندي هنالفاني وحد الكاس ونص كاس للعنبا ونص ديال الدقيق هو اللي الصغرق اللي هنا بالنسبة للقوام ديالها كي يجيب حل الكيك اللي كان صوبه دائما الكيك اليومي كي يجي القوام دياله هكا بالعبار ديال بالمقدار ديال الكيك بالنسبة لما لاحظة البنات أنا بغيت نقول لكم أنا زيت واحد الخمارة هنا كيموية وحدة بغيت نوريها لكم الساعة تقطع ليا الفيديو كي ما كتشوفوا ما يخلط داك المكونات درت المقرى ديالي تتخن على نار مهيلة بزاف راني نقص لها الأقصى درجة وعندي في البوطة وخليتها الطيب على خاطرها كان دير هنا واحد المغيرفة حيث عندي المقلاغة صغيرة ديالة واحد المغيرفة ديال العاجين في المقلات وكان قنصرحها هكا سلسا ما تديروها شغلايضة البنات ديروها غير شوية السمك ديالة لانا كتنفخ حيث كي ما قلت لكم راني بش ما تنساوش راني زيت واحد الخمارة كيموية حمارة واحدة كي ما كتشوفوزت عليها هنا واحد شوية دير الزبيب بالنسبة لبنات لي عندهم القرقاع وبغا يدير القرقاع تهوك يجي زوين بزاف ما انا را موهم لقيت عندي غير زبيب هو لي درت ما راني كان ديرها بالقرقاع تجي زوين الزبيب والقرقاع تيجي بمدوين بزاف كي ما كتشوفو كنصمر انها كاعلة مكتب ليا موهم البنات ما كان حس انها طابت كي ما كتشوفو خليوها تتحمل مزيان كي ما قلت لكم الاساس ديالها هو البوطة تكون مهيلة بزاف باش كينجح معاكم البانكيك هدا سر من الاسرار انها تكون البوطة البوطة نقصة بزاف كي ما كتشوفو كنولي نستمر انا بهذا الطريقة حتى سنكمل البانكيك ديالي وكنولي نزوقهم هكا بنفس بنفس طريقة كنقل نزوقهم هكا بزبيب كي ما كتشوفو معايا منين طابوا البانكيك ديالي قدمتهم بها الطريقة هذي شكرا للمتابعة ديالكم ترجمة نانسي قنقر